موسيقى يريدون بعث رسائل حسن نوايا والتعبير عن الاستعداد لتقديم خدماتهم المجانية بالتمسح على عتبة ما اسمه بالحدث السياسي وشتم وتجريح وتجريم رفقائهم توفه العشرية من رموز الصدفة والذين ما زالوا في صفوف معارضة الانقلاب سينطون قريبا من ضفة المقاومة الى ضفة المساومة المساومة على امنهم مقابل التعايش مع الوضاعة فالتاغية لا يطغى الا اذا ضمن كهنة معبد الواقعية الوضيع الواقعية نظال يومي من اجل انقاذنا من التفاهة المعممة والاسفاف الذي يغرقنا فيه هذا التافه بتصميم سافل ومثابرة عابثة الواقعية هي قدرة متجددة على مراكمة الممكن من الطموح وليس اغتيالا للمطلوب الوطني ومطمحنا التاريخي في اقتلاع جذور الاستبداد الواقعية هي تقدم مستمر قد تثقل خطاه وقد تتسارع ولكنه حركة في اتجاه واحد وأفق واضح نهايته رحيل ومحاسبة المنقلب الواقعية المبدئية هي الثورية الحقيقية والجذرية العقلانية التي تحتاط من التنطع والمقامرة والمغامرة احذروا شديد الحذر من فوائد التعقل والرصانة الواقعية التي هي بالنهاية انتهازية جبانة تبحث عن خلاص فردي وتأبيد السائد باسم الممكن والاسلم لا تمكنوا الانقلاب من انفسكم ولا تمكنوه من افتراسكم وافتراس زعمائكم المنقلب وزبانيته يريدون هذا بالضبط يعرفون انهم يتحركون عكس المنطق والحق والخير والعدل والعقل لذلك فهم يستثمرون في الخوف يريدون من الناس ان يخافوا وان يتواصوا بالخوف والخوف افضل على في الوحش الدكتاتورية نحن لا نأتي عيبا ولا نخرق قانونا نحب هذا الوطن ونريد له الحرية كاملة وندافع عن ديمقراطيته ذد الذين غدروا بها المنقلب هو الخيبة ذاتها فانما يجده بعض المقاومين المنهزمين انما هو من اثر عدواه فيهم ووجب الحذر من ذلك اي حذر هل ترون هذا المنقلب اهل لاي تأثير هل ترون فيه خصلة واحدة تكتب له الاستمرار والاستقرار الا ان الحرية غالية فاوسع لها بالامل ولا تخلطوها بمشاعر الخيبة والاحباط اشواق الاحرار اطول عمرا من منقلب يتعثر في صوته ولا يكاد يبين فعلى ما الهوان والحزن ايها المناظرون واسمعوا هذا القصيد اهلكنا الممثل المشهور ادى على اجسادنا دوره اجرى دمانا قطرة قطرة وقبل ان ينجاب عنه النور صبت لاء الدمع والحسرة واستفق الستار فوق نعشنا وصفق الجمهور ولم تزل فرقتنا من ابد الدهور تقيم في الهجرة تعرض كل ليلة لسادة القصور رواية مرة عن هدك عرض امرأة حرة كان اسمها ثورة وفي ختام عرضنا يغادر الممثل المشهور للحج والعمرة يرجو ثواب ربه ويبتغي اجره يبوسه يبوس خشم بيته المعمور ثم يعود سالما وغانما وحجه مبرور وذنبه مغفور حتى متى نلف حول قبرنا حتى متى ندور لابد ان تنقطع الشعرة وتكسر الجرة بالجرة ويكشف المستور عاش ايباء جوعنا في المسرح المهجور ويسقط الممثل المشهور ويسقط الجمهور لا عرض بعد اليوم بالمرة لا عرض بالمرة فغاية القصور في الثورة ان تعرض الثورة في القصور اهلا وسهلا ومرحبا بيكم في هذا العدد الجديد من لقاء خاص يشرفني بشكون معايا في هذا العدد القيادي في حركة النهضة والقياد بجبهة الخلاص الوطني الاستاذ الرياض الشعيبي استاذ مرحبا بيك اهلا وسهلا مرحبا بيكم وشكرا على الاستيذات مرحبا بيك سيرياض تقريبا بعد اكثر من عامين اليوم من المقاومة السياسية والميدانية في تقديرك شنين الحلول اليوم لنسف هذا الانقلاب الاقتلاع هذا الاستبداد من جذوره قبل ان يستفحله خصوصا انه بدأ يتحول الى دكتاتورية تقريبا بجذور عميقة اليوم الحل احنا قلناه منذ اللحظة الاولى لحصول الانقلاب هذا وهو انه استئناف المسار الديمقراطي هو الحل الوحيد اليوم اللي ممكن يخرج البلاد من الازمة الشاملة اللي هي عايشتها في البداية كنا نقيمه في الحدث بما هو خروج عن الدستور وخروج عن المسار الديمقراطي ولكن الان بعد سنتين تبين اعتقد للناس كل انه الانقلاب هذية موش فقط خروج على الشرعية الدستورية وشرعية ديمقراطية ولكن ايضا خروج على المنطق خروج على العقل وتهديد خطير للوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد وهنا قاعدين نشوفوا الازمات اللي وصلت لها البلاد تحت سلطة هذا الانقلاب بعد سنتين تونس في وضعية لم تشهدها من قبل كيف يمكن ان نعيد المسار الديمقراطي الى سكته هذا هو الطريق واضح يعني الانتخابات الرئاسية المبكرة هي الطريق الوحيد لعودة المسار الديمقراطي احنا ناس ديمقراطيين وتبنينا منذ البداية المقاومة السلمية والمدنية وتوخينا كل الاساليب اللي تحترم سلمية ومدنية العمل النظالي ووصلنا الآن واعتقد البلاد الكل وكل النخاب السياسية والقوات السياسية وحتى الاجتماعية في البلاد وصلت الى قناعة واضحة انه لا سبيل للخروج من هذه الازمة اللي عاشتها البلاد لا سبيل لانهاء هذا الانقلاب الا بالذهاب الى انتخابات رئاسية مبكرة لا يشارك فيها قيس سعيد نحن على ابواب انتخابات رئاسية احنا السنة السياسية القادمة اللي هي على بعد تقريب الاسبوعين هي سنة انتخابية بالاساس لماذا هذه الانتخابات المبكرة يعني تونس منتجنبش تستنى عام اخر من اجل خوض انتخابات في موعدها في 2024 هو ثم ثلاثة اسباب اولا احنا ما نعتقدوش انه قيس سعيد سينظم سنة 24 انتخابات حرة شفافة ونزيهة بالمعايير الديمقراطية المعروفة في العالم الكل ولذلك ما عندناش ثق باش ننتظره موعد 24 وننتظر هذا الموعد للانتخابات لذلك احنا نقوله انتخابات مبكرة ثانيا المنظومة الانتخابية اللي ارساها قيس سعيد واللي اشرفت على الانتخابات البرلمانية الاخيرة واللي ربما الان قاعدة بسدد تنظيم انتخابات اخرى انتخابات اقالية وغيرها ايضا ما عندناش ثقة في هذه المنظومة الانتخابية لا من جهة الهيئة المشرف عليها ولا من جهة ايضا المنظومة القانونية وقت اللي نقوله انتخابات مبكرة فانه نقصد انتخابات مبكرة تتم تحت إدارة هيئة مستقلة بالفعل وفي إطار منظومة قانونية تضمن حقوق الجميع في هذه الانتخابات مش تفتح الباب للتزوير وتفتح الباب ربما لتغيير رتائج الانتخابات ثالثا الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والأزمة السياسية الحادة اللي عايشتها البلاد ما تنجمش تنتظر سنة أخرى حتى تحصل الانتخابات اليوم تونس في مفترق طرق كما كنت نشوف البارح في مقال في أحد المواقع الاقتصادية المشهورة تتحدث على تونس تقول تونس في مفترق طرق إما الإصلاح أو الإفلاس اليوم إذا كان السلطة هذه ما تتبناش رؤية اقتصادية واضحة للإصلاح وما تعملش تعاقدات وتفاهمات واضحة مع الشركاء الدوليين فإنه إحنا ماشيين رأسا نحو الإفلاس وبالتالي نحو عجز الدولة على تأمين المرفق العام للمواطنين ونحو انفجار اجتماعي حاد بسبب الأزمة الاقتصادية بسبب ارتفاع الأسعار وبسبب تفشي البطالة بشكل كبير نعم خليني يكونوا واقعين إذا كان رئيس قيس سعيد في تقديرك لن يخوذ هذه الانتخابات انتخابات 2024 ولن ينظم هذه الانتخابات في المواعدة فمن الذي سيجبر قيس سعيد على تنظيم انتخابات رئاسية السابقة لأوانها شنين المبرر لرئيس قيس سعيد الذي تقريبا رفض كل دعوة الحوار رفض كل دعوة المصالحة الوطنية انه ينظم انتخابات وفقه ذلك لا يشارك فيها هو كما قلت سيادك هو مش مطلوب من قيس سعيد انه ينظم هذه الانتخابات احنا مناش متوجهين قيس سعيد لمطالبته بتنظيم هذه الانتخابات قراءتنا في الواقع السياسي وقراءتنا في الواقع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد هي اللي تقول انه راهو احنا ماشيين الى انتخابات مبكرة وانتخابات سابقة لأوانها المفروض هذه الانتخابات تنظمها هيئة مستقلة المفروض هذه الانتخابات اتعبر على خيار وطني جامع لكل القوى السياسية وكل القوى الاجتماعية المخاطر الكبيرة والتحديات الكبيرة اللي حط فيها قيس سعيد البلاد هي التي ستفرض هذه الانتخابات لانه اذا لم تتحرك السلطة في المرحلة هذه ومنعرش مزال عندها الوقت الكافي لتلافي هذا الوضع وإلا لا فانه واضح انه البلاد كما قلت ماشية الى انتخابات مبكرة وعلى الغلغة اغلبي انه هذه الانتخابات المبكرة لن يشارك فيها قيس سعيد يعني سيريادة والدعوة الى الحكومة الانقاذ او الدعوة الى حوار وطني او الدعوة الى انتخابات رئاسية سابقة لأوانها ما تشوفش انها بدون مقترح عملي تبقى دعاوة مجرد ما عنداش حتى قيمة ميدانية ما عنداش حتى قيمة عملية تقع الدعاوة كيمة الدعاوة او كيمة المطالبات اللي طلبتوا بها منذ تكوين جبهة الخلاص الوطني او منذ تكوين حتى مواطنون ضد النقلة يعني من سيفرض هذا الخيار هل تتصور انه ثم قوى دولية ممكن تفرض على رئيس خيس سعيد ان يذهب في هذا الخيار ام في هذا الخيار ام ترى انه ربما سيكون هناك ضغط اجتماعي او ضغط مالي يجعل السلطة تخذع لهذا الخيار خيار الانتخابات الرياسية هو خلينا نكون تقول انت خيار عملي هذا هو الخيار العملي عمره الانتخابات ليست خيارا نظريا هي خيار عملي وخيار واقعي يبقى شنو اللي مش يفرض هالانتخابات هذه فشل هذه المنظومة وفشل السلطة هي التي ستفرض الذهاب الى انتخابات مبكرة لانه الواقع معاتي نجب يتحمل اكثر مزيد من الضغط اليوم تمشي للسوق تلقى الصف على الخبز تلقى مواد اساسية ماهيش موجودة المواد الموجودة اسعارها مرتفعة ومرتفعة جدا مواطن التونسي اصبح غير قادر على تحمل كلفة المعيشة متاعه تمشي لميزانية الدولة تلقى انخرام حاد في يعني نعطيك حاجة فقط يعني العجزة التجاري في شهر جويلية تضاعف بشكل رهيب يعني تضاعف عما كان عليه في شهر جوان بالتالي الانخرام والانزلاق اللي قعد ساير الآن على المستوى الاقتصادي وخاصة على المستوى المالية العمومية مفزع ومفزع جدا اخيرا فقدت وكالة تأمين اخرى سيادية خفضت تصنيف تونس بافاق سلبية يعني كل المؤشرات الآن تدل على ان الدولة في حالة عجز في حالة افلاس على ان الوضع الاجتماعي حساس وهش وممكن ان ينفجر في كل لحظة على ان الدولة غير قادرة على ان تستمر في اداء الخدمات وتوفير الخدمات للمواطنين طبعا اذا كان وصلنا للبانيك هذا اذا كان وصلنا لحالة العجز هذا الكامل شنو اللي نجمو نتوقعوه سوى انو نمشيو الى انتخابات باش نخرجو من هالأزمة دية واضح انو خيارات السلطة هذه ما نجمتش تقدم حلول لمشاكل التوانسة كل الشعارات اللي رفعتها عشية الانقلاب وكلها سقطت وكلها تفضحت امام التوانسة كل بالتالي في ظلها الفشل هذي وفي ظلها العجز هذي ما تسمى حتى حل الا الذهاب الى هذه الانتخابات وفي تقديرك المعارضة بوضع الحالي قادر اليوم انه تكون او تقدم منافس على قل ولا تقدم بديل مجمع عليه اليوم وضعيت المعارضة تصمح لها بخوض انتخابات وخوض بمرشح جدي شوف المعارضة تصنحها وتقويها المنافسة الانتخابية مش نبحث على تقوية المعارضة قبل خوض الانتخابات المعارضة يضعفها الاستبداد ويضعفها الانغلاق السياسي فطبيعي جدا في ظروف الاستبداد وفي ظروف الدكتاتورية بيش تلقى المعارضة معارضة نخبوية ومعارضة محصورة وضيقة فيه نخب فقط هي لتناظل كما شوفنا مع بن علي كما شوفنا مع بورقيبة كانت ما ننساوش اللي في وقت بن علي كانت المعارضة ايضا معارضة محاصرة وكانت نخبة فقط هي اللي تتصدى للبن علي والسياسات لكن وقت الجات الديمقراطية التفت الفئات الشعبية كثير من الفئات الشعبية التفت حول المعارضة وعبارة انت تمشي للسوق تلقى بضائع مختلفة فطبيعي جدا تختار البضاعة اللي تساعدك لكن وقت اللي يبدو السوق مسكر طبيعي جدا باش البضاعة ديك ما تلقاش شكون يشريها وما تلقاش شكون يثمنها هذه هي المعارضة المعارضة تقدم في عرض سياسي متنوع ومختلف للشعب التونسي ولكن في وضع الاستبداد وفي وضع الدكتاتورية طبيعي جدا أنه ما تلقاش جمهور وما تلقاش أنصار وقت اللي تولي سمى إمكانيا تعتنافس سياسي وتنافس انتخابي وأجواء انفتاح ديمقراطي في البلاد واحترام للحقوق والحرئيات تولي الناس وقد تلتف حول هالمعارضات هذه وتقويها وتولي عندنا أحزاب قوية قادر على أنها تنافس والانتخابات لكن من نجموش نتوقع عكس ذلك محمد عبوي يقول أن المعارضة اليوم مش مطلوب منها أن تلتقي حول برنامج السياسي أو اقتصادي المطلوب من المعارضة العمل فقط على إسقاط رئيس قيس سعيد بكل السبل أما عبر المشاركة في انتخابات مع الرئيس قيس سعيد أو العسيان المدني وإسقاط رئيس قيس سعيد بأي وسيلة كانت يعني تقديرك كيف اشتقر هذه الموقفة محمد عبد والله أنا ما نعرش نحب نقيم وتقييم سياسي مش نقيم شخصي ولكن نقول أنه أنا مختلفة مع التقدير هذا أنا نختلفة معه أنا نقول أنه اليوم نخب السياسية لابد من أنها يتكون بينها مشتركات مشتركات ديمقراطية ومشتركات وطنية لأنه الهدف في أقصاه ليس إسقاط قيس سعيد وليس إسقاط هذا الانقلاب الهدف هو إعادة بناء الديمقراطية والمؤسسات الديمقراطية التونسية وباش النجم نعوده نبنيه والديمقراطية التونسية لابد من مشتركات بين كل العائلات السياسية لابد من اتفاق لابد من حوار وطني منفتح على العائلات السياسية هذه باش النجم نلقاه البديل السياسي اللي نجم نخرج به القضية ليس قضية التنافس على المواقع القضية قضية رؤى مهم جدا اليوم أنه المعارزة التونسية تلتقي حول رؤية ولكن للأسف وقت اللي نبدأه عايشين على أطلال صراعات وتناقضات إيديولوجية وسياسية قديمة وما نجميش نتحرر منها رغم سنتين من الانقلاب يتولي وقتها نتحدث على الحد الأدنى اللي تلتقي حوله العباد وهو إسقاط قيس سعيد طيب إسقاط قيس سعيد وإسقاط الانقلاب وبعد البلاد نحطوها في المجهول هل هذه هي المسئولية الوطنية وهذه هي المسئولية السياسية اللي ملقات على عاطق النخبة التونسية طبعا هذا كلام مهوش مقبول المفروض اليوم هو أنه يكون ثم حوار عميق بين كل القوى السياسية والتقاء بين كل القوى السياسية وأغلبها سيدي ما نقولوش الكل حول رؤية لعودة المسار الديمقراطي إحنا في جبهة الخلاص استطعنا أنه نجمع مجموعة من الكيانات السياسية والأحزاب السياسية ضمن جبهة الخلاص في خطوة أولى لمقاومة هذا الانقلاب والاتفاق على تشخيص الواقع وكيفية التصدي له وفي خطوة ثانية أيضا حول كيفية العودة للمسار الديمقراطي في المستقبل لكننا إحنا نفشلته في تقديم بديل وعرض سياسي واقتصادي وبديل للأزمات التي تعيشها البلاد إحنا حتى داخل جبهة الخلاص الوطني بأي عرض سياسي تدخلوا الحوار الوطني المفترض أو المقترح من سيداتكم؟ لا متجمش تحكم على جبهة الخلاص قول أنها فشلت في أنها تقدم لأنه جبهة الخلاص قدمت رؤيتها السياسية منذ تأسيسها في البداية في قراءتها للواقع وتشخيصها ليه أنه ليحصل انقلاب وبالتالي هذا فيه تمايز واضح على مختلف الرؤال أخرى اللي ربما شافت فيه تصحيح مسار على أقل مرحلة من المراحل أو تعول على يعني تقول أنت حل توافقي مع السلطة ومع قيص صعيد جبهة الخلاص كانت واضحة في القطع منذ البداية أنها ما هيش ماشية للمساومات وما هيش ماشية للتوافقات على حساب الديمقراطية وعلى حساب المكاسب الحققتها البلاد دونك هذا كان مهم جدا في لحظته ومازال مهم حتى الآن المسألة الثانية أنه جبهة الخلاص تبنت المنهج العمل السلمي والمدني والديمقراطي أيضا وهذا كان مهم وواضح اليوم نسمعوكي ما كنت تحكي أنت توافقي محمد عبو إسقاط الأنقلاب بأي وسيلة لا مش بأي وسيلة احنا نحكيه على إسقاط هذا الأنقلاب بالنظال المدني والسلمي وبالديمقراطية مش بأي وسيلة بالتالي احنا نرفض أي تدخل غير سياسي أو غير مدني أو غير سلمي لأحداث تغيير سياسي في البلاد هذا مرفوض احنا في عقيدتنا في رؤيتنا وفي منهجنا احنا منول تبنينا المنهج هذا ثم أيضا اليوم اتطور موقفنا بشوي بشوي ووصلنا إلى حدود لحديث اليوم على الانتخابات المبكرة وعلى ضرورة أنه هذا هو المخرج للبلاد وهذه الانتخابات لا تشارك فيها هذه السلطة لأن هذه السلطة مسؤولة على كل المآسي اللي حصلت إلى حد الآن والأصل فيها أن تحاسب على كل التجاوزات اللي قامت بها وأنه رموزها يقفوا في المحاكم ويحاكمون على التجاوزات الأكتير اللي عملوها في حق البلاد وفي حق الديمقراطية وقتها ربما بعد ما يحصل هذا ربما تكون تم حديث آخر ولكن في اللحظة الرهنة ما تنجمش وما عندناش كما قتلك فيقة في أنه أي انتخابات تشرف عليه هذه السلطة أو تشارك فيها هذه السلطة يمكن أنها تكون أو تحترم المعايير الدولية فيما يتعلق بالشفافية والنزال يعني رغم الأزمات الاقتصادية وتأثيراتها الاجتماعية والصعوبات وشضف العيش اللي عيشه التونسي اليوم رغم كل شضف العيش هذي ورغم فقدان المواد الأساسية ورغم ارتفاع الأسعار ورغم ارتفاع نسبة الفقر رغم ارتفاع نسبة ضخم إلا أن الشارع الاجتماعي لليوم لم يلتحق بالشارع السياسي ولم يخرج للمطالب على الأقل حتى بتحسين أوضاعه الاجتماعية في تقديرك إلى شنو سبب عدم خروج الشارع والتحاقه بساحة النظال الوطني وبالشارع الديمقراطي وتسميه أنتم شارع الديمقراطي هو مش مطلوب من الشارع الاجتماعي باش يتبنى شعارات ومطالب الشارع السياسي لأن الشارع الاجتماعي يخرج ناضل من أجل القضايا القضايا اللي تهمه المعيشية ولكن الشارع الاجتماعي نضاله من أجل قضايا المعيشية اللي تهمه ممكن يوصله للمطالبة بالتغيير السياسي وهذا لحصل في ثورة أربعة الجامع أن المطالب في البداية كانت مطالب اجتماعية ولكن اتعمقت وتجذرت إلى أن تحولت إلى مطالب سياسية ووقتها يحصل التقاطع بين المطالب السياسية والمطالب الاجتماعية يبقى الشارع الاجتماعي لم يتحرك يعني أنا نذكر بيت أبو القسم الشابي وهو يقول فتحت الرماد اللهيب اللي يعرف الشارع التونسي واللي يعايش مع التوانسة ويعرف نبض التوانسة يحس بحالة الغليان اللي موجودة الآن في الشارع التونسي والتأهب ربما أيضاً اللي أصبح والتوتر اللي أصبح موجود لدى التونسيين وبالتالي إمكانية حصول هذا الانفجار الاجتماعي في كل لحظة عدم حصول انفجار اجتماعي إلى حد الآن لا يعني أنه الشارع التونسي راضي بالأوضاع اللي هو عايش فيه على الرغم من أنه إحنا باستمرار كنا ننبه وكنا نقول وراه الحل ليس في الانفجار الاجتماعي لأنه إحنا منحبوش البلاد مرة أخرى تسري فيها ربما مظاهر الفوضى ومظاهر العنف وغير وإلى آخرين وكنا نقولوا لابد من اتخاذ حلول استباقية لابد من أن نلتقط المؤشرات حول غضب الشارع الاجتماعي وإمكانية ردود فاعل عنيفة لدى الشارع الاجتماعي ونستبق ذلك باتخاذ مجموعة من الإجراءات إصلاحات اقتصادية، إصلاحات اجتماعية، إصلاحات سياسية اللي من شأنها أنها تحافظ على الاستقرار لأنه إحنا الكلمة الدرجة توا والناس كل والتي تقول فيها ولكن يلزم تتقال وتتعاود إحنا ملاكة في البلاد هذه وبالتالي همنا الاستقرار في البلاد هذه وهمنا الهدوء وهمنا الازدهار ما ناش دعاة فوضى ما ناش دعاة معناها تقول أنت نتع عنف ما ناش لا، نحن دعاة استقرار ونعرف أنه الشرط الأساسي لتحسن الوضع الاقتصادي والاجتماعي هو بالاستقرار ولذلك قد نشوفه مؤشرات داخل الشارع التونسي على أنه ممكن أنه تحصل لردود فعل جماعية من لدن الشارع التونسي في الاحتجاج على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد السلطة لابد أن تلتقط تلك المؤشرات تقراها وتتلقاها إيجابيا وتتفاعل معها بشكل إيجابي وتحاول تستجيب لتلك الانتظارات بشكل إيجابي باش تتجنب الوضع هذا ولكن للأسف في السلطة هذه لا تقرأ لا تكتب لا تسمع لا تشوف ماشي في طريق واحد معناها دون أن تلتفت إلى كل الصيحات المتأتية من هنا وهناك دون أن تحاول تقرأ قراءة واقعية وحقيقية لوضع التونسي وعلى هذا كأنا قلت راهوا أحنا ماشيين رأسا لانفجار اجتماعي أو لإفلاس على مستوى الدولة وفي كلتا الحالتين أحنا ماشيين إلى حالة لقدر الله من الفوضى التي ما ثمش حتى مخرج منها إلا بالذهاب إلى هذه الانتخابات المباكة تشوفش معي دكتوري هذا أنه ثم قطيع أو عزلة بين النخبة السياسية تنادي باستعادة الديمقراطية تحذر من الاستبداد تحذر من انتهاك الحقوق والحريات وبين شارع اجتماعي اليوم من أي شطف العيش لكنه ما عندهش ثقة في هذه النخبة السياسية والديمقراطية في الأخير ما كانتش مطلب شعبي بالنسبة لي يعني كيفاش ربما ترجح الثقة بين النخبة السياسية اللي تنادي بالديمقراطية وبين الشارع السياسي اللي ميراش في هذه النخبة السياسية قادرة أن يتقود قطار السياسي في البلاد هو ثم مسئلتين لهنا أولا خلينا نتفق على أن النخبة تنظر لنفس المشكل اللي هو مطروح على مستوى الشارع الاجتماعي ولكن من زاوية أخرى غير الزاوية اللي ينظر منها المواطن العادي المواطن العادي ينظر من زاوية احتياجاته الشخصية والذاتية الغلاء البطالة فقدان المواد الأساسية إلى آخره النخبة السياسية تنظر من منظور كلي تنظر من منظور السياسات العمومية علاش اليوم ما تماش مواد أساسية في البلاد لأنه الدولة مفلسة لأنه والخزينة ما فيهاش فلوس باش نشريو علاش اليوم ثم بطالة لأنه ثم سياسات قامت بها الحكوم وقامت بها الدولة ما شجعتش الاستثمار ما خلقتش الشروط والظروف اللي تشجع الاستثمار باش ناس تولي ثم مشاريع جديدة وناس تخدم علاش الغلاء والتضخم هذين لأنه عندنا عاجز كبير على مستوى الميزان التجاري فالنخبة السياسية تنظر من منظور السياسات العمومية ونقد السياسات العمومية والمواطن ينظر من منظور حاجياته الذاتية وحاجياته شخصية ولكن في الحقيقة هو نفس الموضوع يبقى علاش اليوم النخبة السياسية ما خذتش ثيقة المواطنين نفس التفسير اللي قلته لك قبل فيما يتعلق بوضعية الحزاب السياسية في البلاد في وضع الاستبداد وفي وضع الدكتاتورية ما تتوقعش أنك باش تلقى حزب جماهيري أو باش تلقى قوة سياسية شعبية جماهيرية لأن واقع الاستبداد يمنع الأمر هذا ولكن خلي غدوة يتغير الوضع السياسي في البلاد وهالقوات السياسية اللي واجهت الانقلاب على امتداد سنتين نظومة تو تشوف الالتفاف الشعبي والالتفاف الجماهيري حول هذه القوات وحول هذه الرموز السياسية وقتها تقول والله هي الناس هذومة نجحوا في أنهم يكسبوا ثيقة المواطنين وثيقة الجمهور وإلا لا أما الآن من الصعب أنه نحكم على الأمر هذائي لأنه إحنا في وضع استثنائي وبالتالي التعبيرات الطبيعية مفقودة نجمش تحصيها وما تنجمش ترصدها وقت نجاوز الوضع هذا الاستثنائي وقتها النجم نقيمه يا هل ترى نجحنا في أنه نربحوا ثيقة التوانسة وإلا لا خنجيه جبهة الخلاص الوطني من حد يختم شأن السياسي بجبهة الخلاص الوطني البعض رأى أنها في موت ساليلي في حالة موت ساليلي البعض يقولك جبهة الخلاص الوطني تنتظر رصاصة الرحمة يعني شحوية جبهة الخلاص الوطني اللي أصبح حضورها فقط يتمحور حول وقفة أسبوعية للمطالبة بإطلاق سراح المساجين هذه الوقفة تقريبا أصبحت وقفة رمزية أكثر منها وقفة جماهيرية يعني اليوم جبهة الخلاص الوطني تشكلت في وضع أو في ظرفية كان فيها انقسام سياسي حالة في البلاد وكان سمى عدم قدرة على تجميع القوى السياسية ولكن جبهة الخلاص الوطني نجحت في أنها تردم التناقضات اللي موجودة بين الأطراف السياسية اللي منضوية في داخلها تستعرض هذه الأطراف وترجع بذاكرتك شوية التالي تقول كيفاش هدوما ناس نجموا يجتمعوا مع بعض وهذا يحتاج تحية ويستحق تحية إكبار لكل هالقوى السياسية اللي استطاعت أنها تقفز على تناقضاتها البينية وأنها تلتقي حول رؤية سياسية موحدة ضمن جبهة الخلاص الوطني وهذا إنجاز في حد ذاته جبهة الخلاص الوطني وقدرتها على الفعل في البلاد جبهة الخلاص الوطني الآن تقريب حوالي سنتين مع داست شهور لولانين طعم واطنون ضد الانقلاب ولكن طوال سنة ونصف تقريبا وجبهة الخلاص الوطني هي تقود في المعارضة ضد هذا الانقلاب تقود في المعارضة من خلال الاجتماعات من خلال المسيرات والمظاهرات من خلال الوقفات الاحتجاجية من خلال الحضور الإعلامي الكثيف من خلال الاتصالات وغيره بالتالي وقت اللي نحصيه العمل اللي قاعدة تقوم به جبهة الخلاص الوطني فإنه نلقاهها عمل كبير وكبير جدا جزء من حالة الوعي اللي بدأت تنتشر الآن لدى النخب السياسية ولدى الشارع التونسي حول خطورة هذه السلطة وضرورة إسقاطها يرجع فيه الفضل للجهد الكبير والمثابرة والصبر اللي قامت به جبهة الخلاص الوطني ما ننساوش جبهة الخلاص الوطني تقريبا عملت اجتماعات في كل الولايات تقريبا في كل الولايات من الجنوب إلى الشمال واستطاعت أنها تتحدى الحصار الأمني وتفرض ما ننساوش أيضا أنه جبهة الخلاص الوطني قد متشهيد اللي هو ريضا بوزيان الله يرحمه في شارع محمد الخامس في أربعة تاجانفي ما ننساوش أيضا اللي جبهة الخلاص الوطني قدمت معتقلين الآن موجودين في السجون ونذكروا اللي رأوا عدد المعتقلين الآن يجاوز أربعين معتقل سياسي بين سياسيين ونشطاء مستقلين أيضا قدمت جبهة الخلاص الوطني من قياداتها جوهر بن بارك وريضا بالحاج وشايمة عيسى هذو مكانوا في الهيئة السياسية لجبهة الخلاص الوطني ثم أيضا الأستاذ عصام الشابي غازي الشواشي اللي هما صحيح ما كانوش في جبهة الخلاص الوطني ولكن كان ثم التقاء وكان ثم تقاطعات على مستوى الرؤية السياسية وأيضا قيادات حركة النهضة رئيس حركة النهضة رجل غنوشي علي العريض رئيس الحكومة الأسبق نور الدين لبحيري وزير العدل الأسبق سيد الفرجاني النائب بالبرلمان الذي وقع عليه الانقلاب سيرياذ بالطيب وزير التنمية والاستثمار الأسبق سيم محمد بن سالم وزير الفلاحة الأسبق سيم محمد صالح بوعلاق مسؤول مكتب حركة النهضة بباجة أحد أعضاء مكتبها الأعلامي سيم محمد لمزوغي سيوسف النوري عضو مجلس الشورى سيحبيب اللوز أحد قيادات وقيدومي حركة النهضة الأسماء عديدة ويعذروني لخياني إذا كان نسيت بعض الأسماء بل أنا نقول لك الآن وإحنا نسجلوا في اللحظة هذه مسؤولة المكتب الجهوي لحركة النهضة الآن في هذه اللحظات هي تأخذ على التحقيق وربما بعد البرنامج هذا طيب نتثبته هل ترى وقع إيقافها وإلا لا لدى فرقة مقاومة الإرهاب بوشوش بالتالي جبهة الخلاص الوطني ومكونات جبهة الخلاص الوطني مازالوا يقدموا في التضحيات من بين قياداتها من بين رموزها من بين مناظليها وكوادرها وهذا في حد ذاته دليل على حيوية وحضور وقوة حضور هذه الجبهة ومكوناتها بالتالي اليوم القول بأنه جبهة الخلاص في حالة موت حقيقة هذا لا يتوافق تماما مع حقيقة الواقع وهنا في مفتتح سنة سياسية قادمة وأكيد أن حضور جبهة الخلاص باش يكون مكثف خلال السنة السياسية ما خطة حذرت أهمتهم للتعب أو للحضور الميداني خلال الفترة القادمة وكما قلت أنت نحن على أبواب سنة سياسية هي مش خطة للتعب أو للحضور الميداني لأنه الآن هذا أصبح تحصيل حاصل وأصبح عمل روتيني ولكن سمت تصورات لتطوير عمل الجبهة في سنة سياسية ستكون مهمة ومهمة جدا اللي هي السنة السياسية هذه اللي احنا باش ندخلوها خلال شهر القادر بالتالي أكيد هذا قاعد جاري الآن ضمن النقاشات الداخلية الجبهة نعم هو من بين الأحداث السياسية المهمة خلال السنة السياسية القادمة هو مؤتمر مفصلي لحركة النهضة مؤتمر قديره الشارع التونسي بكل مكوناته مؤتمر يجيه في لحظة استثنائية لحظة انقلاب على الدستور وعلى المؤسسات الدستورية ولحظة أيضا تشهد في حركة النهضة تضيقات عديدة من بين إغلاق المقر المركزي ومقرات الجيوية ومنع الاجتماعات داخل هذه المقرات يعني في هذه اللحظة تاريخية ينعقد هذا المؤتمر في تقديرك شنين أهداف المحتملة لهذا المؤتمر وهل فعلا سينعقد هذا المؤتمر اللي اتخذ فيه قرار مجلس الشورى بنعقاده في شهر أكتوبر القادر هو مؤتمر حركة النهضة كان مقرر قبل اعتقال لستاذ رشد الغنوشي وقبل إغلاق المقرات وكان ما يعوق انعقاد هذا المؤتمر هو الوضع السياسي في البلاد والتهديدات للحريات والديمقراتية اللي هو مزال متواصل اللي هو مزال متواصل طبعا لأنا نتحدث ساعة قبل اعتقال الشيخ راشد وقبل إغلاق المقرات ولكن كان ثم قرار بالتوجه نحو المؤتمر مع اعتقال رئيس الحركة ومع غلق المقرات اتخلقت وضعية تنظيمية داخل الحركة استوجبت الذهاب للمؤتمر وكان في أذهان الناس أنه انجاز مؤتمر الحركة هو جزء من مقاومة الانقلاب وشكل من أشكال مقاومة الانقلاب في رسالة واضحة للساحة السياسية الوطنية والسلطة أنه حركة النهضة ما زالت حية وقادر على تجديد مؤسساتها وتجديد قياداتها وبالتالي معناها هو شكل من أشكال مقاومة كما قلت واتخذ مجلس الشورى هذا القرار بناء على هذا التصور وعلى هذه الرؤية وطبعا الآن الحركة كلها منخرطة في الأعداد لهذا المؤتمر وفي تهيئة الشروط المناسبة لانعقاد هذا المؤتمر السؤال الآن ليس في أنه نعقد المؤتمر أو لا نعقد المؤتمر السؤال الآن هو هل ستقبل السلطة بانعقاد مؤتمر حركة النهضة أم أنها ستضاعف العراقيل والعوائق لمنع هذا الانعقاد لأنه اليوم غلق مقرات حركة النهضة واعتقال قياداتها هو شكل من أشكال منع لانعقاد هذا المؤتمر لأنه أين ستجري المؤتمرات إذا كانت المقرات مغلقة في أي منخات ستجري هذه المؤتمرات إذا كان الآن هناك حمالات منتع اتقالات وكما قلت لك اليوم برك الكاتبة العامة الجهوية لحركة النهضة بأريانا هي تبحث أمام فرقة مقاومة الإرهاب وربما الاعتقالات تتواصل في المستقبل هل الشروط الواقعية اليوم مستوفات لإنجاز هذا المؤتمر أم أن السلطة ستراكم العراقيل شيئا فشيئا لمنع انعقاد هذا المؤتمر هذا اللي مزال ماهوش واضح برشة أنا لحب نوجه سؤال من زاوية أخرى هل الشروط الواقعية والتنظيمية والهيكلية داخل حركة النهضة مهيئة اليوم لعقد المؤتمر ونحن تقريبا على بواب شهر تقريبا أو شهر وأسبوعين لانعقاد هذا المؤتمر يعني هل بدأتم انتما في مناقشة مثال اللوائح التنظيمية والسياسية والتقييمية هل بديتم في تجديد هيكي لكم الجهوية والمحلية هل شهر ونص اليوم انتما قادرين فعليا وعمليا وواقعيا على هذا التحدي وهذا الرهانة هو التحديات متعددة ثم التحدي الزمان وضيق الوقت لانه مجلس الشورى لما اتخذ قراره اعطاه للقيادة التنفيذية الحالية مهلت 6 أشهر لانجاز هذا المؤتمر 6 أشهر هذوم يوفاهوا في 17 أكتوبر وبالتالي اما ان تنجح الحركة في تنظيم مؤتمرها في 17 أكتوبر او ان مجلس الشورى سيكون امام اتخاذ ربما قرار اخر لحل حالة الوضعية ولياجاد حل اخر بديل ربما على المؤتمر اذا عجزت الحركة عن انجازه من هنا لـ 17 أكتوبر بالتالي ثم تحدي الوقت اللي هو ضاغط كثيرا ولكن انا في تقديري التحدي الاهم هو التحدي السياسي وتحدي السلطة وبذل السلطة كل وصحة لوضع يدها على حركة النهضة لمنع انعقاد مؤتمرها للمصادر على مخرجات هذا المؤتمر لإثارة الاشكاليات القانونية التي قد تتعلق بتنظيم المؤتمر ما ننساوش تجربة اتحاد الفلاحين ومحاولة ايضا للسيطرة على اتحاد الشغل هذه سلطة متغولة ما تسمحش بان يكون ثم كيانات كبيرة في البلاد اللي تنجم تعمل معها نوع من التوازن في الواقع بالتالي ما نتفاجئوش اذا كانوا نقولوا الان او ما نضيفوش جديد اذا كانوا نقولوا الان اللي الاشاعات كثيرة اهمها ان وجود خلية لدى السلطة تعمل على مؤتمر حركة النهضة وتعمل على منع انعقاد هذا المؤتمر ولكن ثم رؤية اخر يقولوا كانوا جالب من السلطة او جهات من السلطة من مصلحتها عقد هذا المؤتمر لحركة النهضة وتجديد القيادة يعني اقصى القيادة الراديكالية التاريخية لحركة النهضة واستقدام قيادة اخرى جديدة شابة تتمهى ربما مع بعض سياسات الانقلاب وإلا تتخذ سياسة اخرى غير راديكالية في مواجهة هذه السلطة الغاشمة شوف الضمانة داخل حركة النهضة لخطها السياسي هو الضمير الجمعي لابناء حركة النهضة لذلك ما تنجمش تجي قيادة لا راديكالية ولا غير راديكالية تفرض خيارها على جمهور حركة النهضة وعلى من سميه انا بالضمير الجمعي لابناء حركة النهضة الضمير الجمعي لابناء حركة النهضة هذا جزء من هويتها السياسية من هويتها السياسية ومن هويتها الفكرية الضمير الجمعي لحركة النهضة هذا ماهوش حادثة ولا واقعة ظرفية وإنما تبنى على امتداد عقود الآن وأصبح منهج عمل حركة النهضة ومنهج تفكيرها وتعاطيها مع الواقع أصبح عنده سمت وعنده هوية خاصة به وقت اللي نقوله اليوم اللي راه حركة النهضة خذات خيار مقاومة الانقلاب مش لأنه ثم مجموعة من القيادات الراديكالية هي اللي دفعت حركة النهضة في هذا الخيار لا ولكن لأنه ثم مجموعة من القيادات اللي تماهت مع الضمير الجمعي لهذا الجسم وعبرت وهي عندها عضوية معناها تواصل عضوي معناها مع أبناء معناها حركة النهضة وجمهورها وعبرت عن المزاج العام اللي موجود داخل حركة النهضة والقناعات الموجودة لدى جمهور حركة النهضة بالتالي الادعاء بأنه التخلص من بعض القيادات هذا يمكن أن يؤدي إلى تغير الخط السياسي لحركة النهضة هذا يقوله كالناس اللي ما يعرفوش حركة النهضة وما يعرفوش آليات عمل حركة النار فالمراهنة على الأمر هذا طبعا هي مراهنة فاشلة إذا كان هي موجودة بالفعل لأنه ثم التقاء وثم نوع من الإجماع تقريبا معناها داخل حركة النهضة على خطها السياسي وعلى تموقعها اليوم في البلاد وعلى تمسكها بالعمل المشترك هو في تخديرك ثم إجماع اليوم داخل الصف النهضة وعلى عقد هذا المؤتمر؟ لا احنا نحكيه على الخط السياسي موضوع المؤتمر كما قلت لك ثم نقاش سابقة للقرار طبيعي جدا بشتلقى فيها آراءة متعددة وتنجم الآراءة المتعددة ذي تقض تعبر على نفسها حتى بعد أن قررها مز الشور ولكن في تقاليد عمل حركة النهضة أنه لما المؤسسة مؤسسات صاحبة القرار تقرر فإنه الحركة لكلها تلتزم بهذا القرار واستمرار نقاشات واستمرار اعتراضات تنجم تكون مشروعة ويجب أن نتفهمها ويجب أن نلقي لها بال ولكن هذا ما يأثرش مباشرة على القرار بعقد المؤتمر ثم حالة من الحوار الداخلي أحيانا توصل حتى حالة من الغليان حالة من الحماس المفرط في الحوار حول موضوع المؤتمر وغيره وكما قلت هذا استمرار لنقاشات اللي سبقت قرار المؤتمر ولكن الآن أنا في تقديري العائق الوحيد اللي ممكن يقف دون انعقاد مؤتمر حركة النهضة هو العائق الموضوع إذا كان تبين بالفعل أن السلطة مصرة على كما نرى الآن مصرة على وضع كل العرقيل لمنع انعقاد هذا المؤتمر لأنه أنا أعطيك أمثلة صغيرة فقط باش نبدأه واضحين يعني اليوم كل مقرات حركة النهضة مغلقة معناش حتى مقر نجموا نتحركوا فيه كل وثائق وأرشيف حركة النهضة مصادر بما في ذلك قائمة الناخبين وغيره حساب البريدي المالي لحركة النهضة مش ممكن الوصول ليه باعتبار إغلاق المقرات وبالتالي الطوابع والوثائق وكلها موجودة في هذه المقرات المغلقة يعني أدوات العمل اللوجستية لكلها تقريبا مصادرة فبالتالي هذا بش يمثل عبئ معناها كيفاش بش نجموا نتجاوزوا هالصعوبات هذه كيفاش اليوم حركة النهضة بش تنظم مؤتمراتها الجهوية سيدي موش المحلي مجز الشور أخذها قرار أنه نجموا نكتفيوا بالمؤتمرات الجهوية كيفاش بش تنظم مؤتمرات الجهوية عن بعد كيفاش بش يكون الأمر يعني ثم صعوبات حقيقية وفكرتوا في طرق تجاوزها الصعوبات طبعا هو ثم لجان وثم مختصين قاعدين يفكروا بش يتجاوزوا لأنه أنا قلت لك أنا إنجاز المؤتمر حركة النهضة في الظرف هذايا هو في حد ذاته شكل من أشكال مقاومة الأنقلاب وبالتالي النجاح في هذا الأمر هو لا شك بش يكون نقطة إضافية تتسجد ضد هذا الأنقلاب ولكن حجم الصعوبات اللي قاعدة ما تروح الآن في الواقع تخلينا ربما معناها نقولوا أنه ما نجموش نعقده مؤتمر كما جاء يلزم وقت اللي تعم المؤتمر يلزم أيضا يلزم يستوفي الشرط القانونية ويلزم أيضا يستوفي تتوفر له كل الوسائل اللوجستية لأنه المؤتمر ما هوش هدف في حد ذاته المؤتمر هو لترتيب أمر قيادي لتثبيت خيار سياسي وغيره وما يلزمش المؤتمر واللي هو ربما مناسبة للتشكيك وإلا للطعن في القيادة الجديدة وإلا في الخيار السياسي ووضعه كما قلت سيا رياض أنه عقدة المؤتمر هي مسألة الانتقال القيادي وتقريبا نقش هذه كل ما تركز الآن في مسألة الانتقال القيادي ومكانتها القيادة السجنية اليوم والقيادة التاريخية لحركة النهضة في هذا المؤتمر يعني هل وصلت ربما لتوافقات حول موقع القيادة السجنية من هذا المؤتمر شنو أدورها هل ستنزع منها الصفة القديمة هل ستنتخب قيادة جديدة بسلوحيات جديدة يعني شنو تصوركم لهذه الاشكال شوف المؤتمر القادم لحركة النهضة عنده ثلاثة رهانات واحد منهم الانتقال القيادة لكن الرهان الأول واللي هو أهم من الانتقال القيادي هو المحافظة على وحدة الحركة وتأمينها لأنه اليوم حركة النهضة مستهدفة من طرف هذه السلطة إغلاق المقرات هذه واستنزاف طاقاتها بالتحقيق وبالسجن ينجم يكون هذا أيضا طريقة لحل الحركة على مرحل وبالتالي ثم تهديد وجود تواجهه اليوم حركة النهضة ومهم جدا أنه في مؤتمرها القادم تأمن وحدتها تحافظ على وحدتها أيضا هذا تعصيل حاصل وتأمن وجودها واستمرارها وبالتالي هذا ربما لأهم حتى من الانتقال القيادي وهذا اللي يجبنا نعمل عليه في المؤتمر القادم النقطة الثانية هي موضوع الانتقال القيادي الانتقال القيادي اليوم احنا في ظرف استثنائي اللي هو اعتقال القيادة التاريخية لحركة النهضة مومثلة في رئيسها ونائبه والتخلي على هؤلاء المعتقلين تحت دعوة تجديد القيادة هو أمر غير أخلاقي وغير سياسي وغير مقبول من جمهور حركة النهضة هو غير أخلاقي وغير سياسي في منظور العام ناس قيموا هكذا ولكن أيضا اليوم نأكد لك أنا 80-90% من كوادر ومناظلية حركة النهضة متمسكين بالقيادة التاريخية وباستمرار القيادة التاريخية في مواقعهم السياسية الأولى في الحركة وبالتالي هو غير أخلاقي وغير سياسي ولكنه أيضا غير مقبول في الداخل النهضةوي والحقيقة ما تماش رأي هكا قوي داخل حركة النهضة أو يقول بأنه نتخلاوي ما تماش رأي أصلا ما تماش أنا ما سمعتش شكون يقول نتخلاوي على القيادة السجنية ولكن تم اجتهادات تم اجتهادات خاصة بالنظر لأنه رئيس الحركة استوفى العهدتين اللي هم موجودين وبالفصل 31 يفرض تجديد الرئاس طبعا موش مطروح في المؤتمره هو تغيير الفصل 31 موش هذا المطروح بالعكس الفصل 31 هو ضمانة للديمقراطية وضمانة للتداول داخل الحركة ومكسب هدايا داخل حركة النهضة ويلزم الفصل هدايا ثبته ولكن في الوضع هدايا الاستثنائي اللي تمر بها الحركة ولتمر بها البلاد ولتمر بها التجربة الديمقراطية يستوجب إجراءات استثنائية غير الإجراءات الطبيعية اللي تطبق وغير القوانين الطبيعية اللي تطبق في الظروف العادية القيادات هذه مدامها موجودة في السجن فإنها ستستمر في مواقعها داخل حركة النهضة رشد الغنوشي بالمؤتمر أو بغير المؤتمر سيستمر رئيسا لحركة النهضة وعلي العريض ونوردين البحيري سيستمران نائباني له وبقية المعتقلين سيكونون في إما في المكتب التنفيذي أو في مجلس الشورى وهذا عليه تقريب توافق واسع الآن داخل الحركة وبالتالي ما يمثلش مشكل طبعا الناس هدومة الصفات هذه هي صفات سياسية ولكنها ما عندهاش أثر واقعي باعتبار أنهم مسجونين ولذلك سيقع إفراز قيادة جديدة موجودة في الخارج يعني في الخارج نقصد في البلد يعني قيادة جديدة نسميها قيادة جماعية يقع الاتفاق على طريقة تصعيدها وطريقة إفرازها وهي التي ستتولى القيادة الفعلية للحركة خلال المرحل القاتل هذه هي فلسفة الانتقال القيادي بين القيادة الجماعية بين التجديد عبر القيادة الجماعية وبين استصحاب الرمزيات السياسية التاريخية باعتبار الظرف السياسي الراهن اللي تعيش والحركة والتعيش والبلاد سيد رياضي شنو موقف القيادة السجنية مما يحدث اليوم من عقد المؤتمر ومن هذه الإشكالية لانتقال القيادي تقريبا في بلد كونتوا لجنة داخل مجلس الشورى للاتصال بالقيادة السجنية يعني ما هو موقف الأستاذ راشد الغنوشي ونورديلي بحيري وعليل عريض مما يحدث من تجاذب داخل حركة النهضة من عقد الموت مرة أو من مسألة الانتقال القيادي الأستاذ راشد الغنوشي منشغل أكثر بوضع الديمقراطية في البلاد وبالوضع اللي وصلت له البلاد على مستوى تراجع الاختير القاعد يحصل في التجربة الديمقراطية وهو يخشى من أنه إثارة أي موضوع آخر تشوش على القضية وعلى الأولوية الأساسية اللي هي موجودة الآن وهي مقاومة الانقلاب لذلك هو دائما تفكيره في تركيز الجهد على مقاومة الانقلاب والتفرغ لمقاومة الانقلاب وتجنب كل القضايا الإشكالية التنظيمية أو غيرها اللي من شأنها أنها تشوش على إتمام هذه المهمة هذا هو تقريب الزاوية ديما لينظر من خلالها للموضوع هذا لكن أكيد عنده موقف من المؤتمر ومن مسألة الانتقال القيدي هذا ما ينفيش لأخر يعني انشغاله بمسألة الديمقراطية ومقاومة الانقلاب ما ينفيش أيضا اهتمامه بهذه الحركة التي أسسها والتي أشرف عليها تقريب ثلاثة أو أربع لقود هني قطلك معناها بالنسبة للشيخ راشد الغنوشي يعتبر أن القضية الأساسية اليوم في البلاد هي كيف نقاوم الانقلاب كيف نستمر في عمل الجبهة كيف نوسع التوافقات السياسية في البلاد للتصدي لهذا الانقلاب واسترجاع المسار الديمقراطي كل قضية يمكن أن تشوش وكل مسألة يمكن أن تشوش على هذا المطلب يعتبر هو أنه الوقت غير مناسب لطرحة حقد المؤتمر مؤتمر حداشة حركة المؤتمر هل هي عملية قد تشوش على مقاومة الانقلاب في تقدير الأساسة الغنوشي؟ بحسب قدرة الحركة على تجاوز هذا الإشكال إذا كان الحركة قادرة على تجاوز بسرعة موضوع المؤتمر والمضيب بسرعة القدام ويكون المؤتمر هذية أدات لمزيد تثبيت الخيار السياسي ومزيد دعم عمل الجبهة فإنه ما تمش اشكال ولكن إذا المؤتمر هو بيده مناسبة للتجاذبات والصراعات والداخلية وغيره فأعتقد أنه طبعا هذا بشيء ولي عنصر سليم يعني كان خمس من الكلامك أنه ربما الأستاذ رجل غنوشي وضع فيتو على عقد المؤتمر وعنده رأي حذر من عقد المؤتمر يعني يضع محذير في طريق عقد هذا المؤتمر لا الشيخ راشد منجمشي يضع فيتو على قرار مؤسس لأنه مجلس الشورى في الحركة بالقانون الأساسي هو اللي قرر في موضوع المؤتمر وراجل غنوشي هو ولد مؤسسات ويلتزم بقرار المؤسس بالتالي هو كيف وكيف كل أبناء الحركة ملتزم بهذا القرار ولكن أنا الآن ماناش نتحدثه على فيتو ماناش نحكيه على طابع قانوني لرأيه احنا نحكيه على طابع سياسي لموقفه وقراءة سياسية في موقفه مش قراءة قانونية بالتالي هو واقعيا هو ملتزم بالقرار لقراراته والحركة في الذهاب إلى هذا المؤتمر ولكن تقديره السياسي قد يكون مختلف بعض الشيء في وضع تحيرة تقريبا تنتاب البيت النهضوي هل قادر المؤتمر أن يخرج بحركة بنهضة قوية بنهضة موحدة بنهضة قادرة فعلا أن تساهم في مقامة الانقلاب ضمن إطار الجبهة الخلاص الوطني المؤتمر عندما يستوفي شروطه القانونية والإجرائية وعندما ينجح في توحيد الحركة وردم الهوة بين مختلف الحساسيات والطيارات الموجودة في داخلها وعندما ينجح في إرسال رسالة سياسية قوية حول تمسكه بقياداته التاريخية ونجاحه في عملية الانتقال القيادي لا شك أن هذا سيكون دعامة قوية لعمل جبهة الخلاص ولمقاومة الانقلاب كما قلت لك المؤتمر ليس هدف في حد ذاته المؤتمر هو مخرجاته المؤتمر هو نتائجه إذا نجاح المؤتمر في الرهانات اللي ترح على نفسه فلا شك أن ذلك باش يدعم مقاومة الانقلاب وباش يدعم العمل داخل جبهة الخلاص والخيار السياسي اللي ماشي فيه الآن ولكن إذا لقدر الله فشل في أي من هذه الرهانات فطبيعي جدا أنه هذا باش يكون عنده تأثير سلبي على الجبهة وعلى الوضع السياسي أيضا في البلاد أنا كملاحظة سيرياذكي نقرأ بعض النصوص خاصة في المواقع الرسمية لحركة النهضة نقرأ مثل بلاغ مقتضب أصدرته جريت الفجر الإلكترونية على صفحتها بلاغ يقول أنه الدعوة إلى مؤتمر في غياب رئيس الحركة الشرعي هو محاولة انقلابية فاشلة ويقول في هذا النص أيضا أنه لا جدوى من مؤتمر وأبناء الحركة في السجون على أن كل تبرير وأسرار على ذلك يفضح النواية الخبيثة لأصحابها أنا نشكك أصلا في ربما ما تقولوا أنت الحفاظ على وحدة الحركة لربما يكون مخرجات هذا المؤتمر يعني كنا نلقاوا نصوص في هذه الحدة في موقع تقريبا يمثل حركة النهضة نسأل كمراقب هل فعلا أنتم قادرون على الحفاظ على وحدة الحركة أمام هذه الخلافات التي تتشوقوا صفوفكم على عموم جريدة الفجر لا تتكلم باسم حركة النهضة معناها الإلكترونية تحدث عن جريدة الفجر الإلكترونية ما تتكلمش باسم حركة النهضة لا يعني ذلك أنها بعيدة عن الحساسيات والطيارات الموجودة داخل حركة النهضة ولكن ليست هي المعبرة عن الموقف الرسمي للحركة لأنه ديما اللي يعبر عن موقف الرسمي للحركة هو أما بياناتها أو الناطق باسمها وبقية القيادات السياسية اللي يتعبر عليه هذهم اللي عبروا على حركة النهضة بالتالي باش فقط نوضح المسألة هذه طبعا كما قلت لك أنا ثم خلاف في وجهات النظر الخلاف هذا كان قبل القرار واستمر بعد القرار ثم نقاش قوي هذا دليل في حال ذاته على حيوية موجودة داخل حركة النهضة وعلى حالة حوار داخلي نشطة حول موضوع المؤتمر والتقدير فيما يتعلق بموضوع المؤتمر طبعا ثم مستوى يصله أحيانا النقاش كما سمعت الآن في التدوينة هذه في الفجر غير مقبولة لأن الحوار ما يزمش يوصل بنا إلى مستوى التخوين ما يزمش يوصل بنا إلى مستوى الاتهامات المتبادلة وهذا خروج على أداب الحوار وخروج على المناخات السياسية والإيجابية المطلوبة داخل أي حزب سياسي باش نجم يشتغل مع بعض تقول لي أن هذا ما هوش دليل على أو هذا ينقذ لكلام بأن حركة النهضة تستمر موحدة أنا قلت لك هذا رهان من رهانات إما أنه ننجح في أنه نحافظ على حركة النهضة موحدة من خلال المؤتمر القادم أو لقدر له ينجم يحصل بعض التصدعات لكن أنا ما نقدرش أنه ممكن هذا باش يؤدي إلى انقسام داخل حركة النهضة ينجم ثم بعض الناس اللي يكونوا منتصرين لأراءهم ولكنهم هما يقعدوا أقلية صغيرة داخل الحركة غير مؤثرة ويقعد منتصر ومتعص بالرأيه رغم أنه يكون واضح قدامه أنه الأغلبية ماشيين في طريق معين ولكن هو ما وفقش على كالطريقة ذاك ويستتبع ذلك ربما انسحابه أو استقالته أو غيره ينجم هذا يحصل ولكن هذا ليس حالة انقسام نحن نحكيه على حالات انقسام أعمق وأخطر لما تكون انقسام عمودي موجود داخل الحركة بين زوز ولا بين ثلاثة مجموعات أو طيارات وقتها نتحدث على الانقسام التنظيمي أو الانقسام السياسي ولكن الاثنين والثلاثة ما يلقاوش أنفسهم في الخيار العام اللي تمشي فيها الحركة ويقرروا الانسحاب أو الابتعاد أعتقد هذا معناها ينجم يحصل في أي مجموعة اليوم ظاهر أنه ثم تركيز على مسامة الانتقال القيادي أكثر من التركيز على المضامين السياسية ومخرجات المؤتمر السياسية في علاقة بالشأن الوطني والاستحقاقات والريهانات المطروحة خلال السنة السياسية القادمة كنا ننتظر أن مؤتمر حركة الناغذة يخلق حركية سياسية داخل البلاد باعتباره أنه هو الحزب الأكثر تأثيراً في البلاد كنا ننتظر أنه تعرض هذه اللوائح السياسية ربما حتى على النقاش العام بين التوينسا وكل واحد يدلو في هذا الموضوع لكن ظاهر أنه نحسر هذا النقاش فقط داخل حركة الناغذة حول الانتقال القيادي ما تشوفش أنه هذا ربما قصور من القيادة الحالية لحركة الناغذة في أنها اتعمى ماله اللوائح وتخرج من مسألة من بطوقة هذا العنصر الضيق في مسألة الانتقال القيادي أولاً خليني نلاحظ اللي يراه بعد اعتقال رئيس الحركة ونائبيه وإغلاق مقارات الحركة طبيعة المؤتمر تغيرت قبل كان المطروح في المؤتمر حداش لحركة النهذة أنه يضع رؤية تجديدية تفتح أفق جديد للحركة سواء على مستوى مرجعياتها وأفكارها الأساسية أو على مستوى تموقحها في البلاد أو على مستوى خطابها والوجوه اللي باشتخرج بها للناس كان هذا هو الأولويات وهذه الرهانات اللي اشتغلت عليها اللجنة المضمونية خاصة طوال السنوات الأخيرة ولكن بعد اعتقال رئيس الحركة ونائبيه وجملة من القيادات التاريخية وبعد إغلاق مقارات الحركة تغيرت الرهانات وكما قلت ولا المؤتمر هو مؤتمر نظالي ولا المؤتمر هو علامة من علامات مقاومة الانقلاب وبالتالي الأولويات فيه تغيرت طبعا هذا ما يعنيش أنه ما فيش مضمون لأنه لجنة اعداد المضموني قدمت ورقة سياسية مسودة اللايحة السياسية لمجلس الشورى وصادق مجلس الشورى على مسودة اللايحة السياسية وقدمت أيضا مسودة اللايحة الاجتماعية والاقتصادية ومجلس الشورى طالب بتعديلات على هذه اللايحة وهذا أيضا دليل على الديمقراطية والحيوية والحوار الداخل اللي قاعد يصير أنه زوز لا وايح يتقدم المجلس الشورى يصادق على اللايحة السياسية ويطالب بتطوير اللايحة الاقتصادية والاجتماعية قبل العودة بها مرة أخرى لمسجل الشورى المسادق عليه حصلت أيضا ندوات داخلية لمناقشة هذه اللوائح أبقا كما قلت لك المسألة المضمونية تراجعت نسبيا بحكم الظرفية التي سينعقد فيها هذا المؤتمر لو كانت الظروف عادية وطبيعية من الأكيد جدا أنه الحوارات باش تكون ثارية وباش تكون أوسع ومعمم للجميع ولكن في الظرف الاستثنائي اللي عايشاته والحركة والعايشاته والبلاد الآن ولا الطابع النظالي والعنوان النظالي هو الأساس وفي الطابع النظالي والعنوان النظالي تغيرت الأولويات ولت الأولوية هي وحدة الحركة وتأمينها بدرجة أولى بدرجة ثانية الانتقال القيادي وبدرجة ثالثة تثبيت الخيار السياسي اللي احنا ماشيين فيه الآن واللوايح ولت لكلها تدور حول هذه الرهانات وهذه الأولويات حب نرجع في علاقة حركة النهضة بالشأن السياسي الوطني طبيعيا حركة النهضة هي الحزب الأقوى في البلاد ويتحمل المسؤولية الكبرى في إيجاد حلول ومخارج لهذه الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد اليوم أصبحنا نحكيه على إيجاد ربما طرق للاتصال بالمنظومة الحاكمة من أجل إيجاد مخارج سواء كان لملف المعتقلين أو لملف الأزمة السياسية يعني ثم اتصالات اليوم بأشخاص قريبين من سلطة الانقلاب ثم محاولات للاتصال بهذه الجهات وإلا ما ثم يسيريات معنا صراحة لأنه ثم برش كلام اليوم قاعد يتقال في هذا الخصوص شوف أحنا في البداية ومنذ الانقلاب كنا شكلنا لجنة برئاسة محمد الجماني في حينها للبحث على سبل الحوار مع الفرقاء السياسيين ومع الصد واللجنة هذه ترقت كل الأبواب من أجل البحث على أرضية نستطيع أنه نبنيه عليها حل للوضع اللي وصلت له البلاد طبعا المنطلق في هذا هو إحساسنا بمسؤوليتنا تجاه البلاد وبأنه خسارة أنه ثم كثير من المنجزات والمكتسبات تحققت في البلاد هذه أنه نخسروها هكا في قفزة بهلوانية ما عندها حتى عنوان سواء أنها تكون انقلاب على المسار اللي حصلوا ومحبيناش هالمكاسب هذه تتهتز وتتمس تحت إيقاع الصراع السياسي الحاد بيننا وبين السلطة فمن منطلق المسؤولية قلنا نتركوا أبواب الحوار ونشوفوا طبعا هذا ما كانش مأثر على موقفنا الأصلي في أنه اللي حاصل في البلاد انقلاب ولكن ما سلش انقلاب في البلاد وهاتنا تحاوروا نشوفوا كيفاش نجم ونخرجوا من هالمأزقة ذا ولكن اللجنة هذه وصلت إلى حالة من اليأس أنها تنجم تنجز شيء في الإطارة ذا فوقحا للجنة واستقال رئيسها من رئاستها في حينها سيمو حمد الجوماني وبالتالي معناها ترسخت القناعة عندنا أنه السلطة هذه لا تقبل الحوار ولا التفاوض ولا تتعاطى بإيجابية مع المعارضة كل فضلا عن حركة النهضة ومن حينها أصبح واضح بالنسبة لنا أحنا أنه لما نطالب بالحوار الوطني فإننا نؤكد على المبدأ في أن الأزمات السياسية رأوا الأصل فيها تتحل بالحوار ولكن أيضا رأنا متواجهين بها لكل القوات الديمقراطية السياسية في البلاد وليس ضرورة للسلطة اللي كما قلت لك تيقننا أنه السلطة هذه ما تتفاعلش مع كل الدعوات اللي ممكن تتوجه لها طبعا قبلنا أحنا اتحاد الشغل كانت توجه بمبادرة للحوار وكثير من الأطراف السياسية توجهت مبادرة للحوار لكن السلطة هذه ما تسمعش وما تراشي الآن هل حركة النهضة قاعدة تسعى لفتح قنوات تواصل مع السلطة أكد لك أنه هذا مش سحيح هنقولوا أطراف من حركة النهضة لا لا أطراف ولا حركة النهضة معناها في الأخر حركة النهضة معناها عندها ممثليها الرسميين وممثليها الرسميين معناها ما همش قاعدين يسعاوا للتواصل مع هذه السلطة وما همش مخدوعين إلى الحد اللي تخليهم يظنوا أنه يمكن لهذه السلطة أنها تتعاطى بإيجابية مع أي مساعي للبحث على حل تفاوضي أو حواري معه فبالتالي مثلا ماش حتى اتصالات قاعدة جارية الآن مع سلطة الانقلاب بل تزيد قناعتنا يوم بعد يوم أنه السلطة هذه كما قلت لا تقبل الحوار فضلا عن أنه الآن وباعتقال قيادات الحركة وبإغلاق مقراتها وتهديد كوادرها وابتزازهم وغيره هذا الكل يجعل أو يخلق عوائق إضافية أمام أي فرصة أنت حواري يمكن تكون بيننا وبين هذه السلطة السلطة هذه تعرف شنو المطلوب منها تعرفه جيدا وعلى رأسها إطلاق صراح كل المعتقلين السياسيين رفع ويسايتها على الأحزاب السياسية وبالتالي عودة مقرات حركة النهضة التراجع على كل الإجراءات الاستثنائية اللي أعلنت عليها إلغاء المسار الحالي بالكامل والعودة لدستور 2014 والذهاب إلى انتخابات مبكرة هذا هو الآن الحل الوحيد اللي ممكن يخلينا نرجع للإستثناء في المسار الديمقراطي ما عدا ذلك هو عبث في عبث وهي مغالطات غير حقيقية وغير صحيحة وغير واقعية وأحنا في حركة النهضة واضح بالنسبة لنا أنه كل ما يقال حول هذا الموضوع هو غير حقيقي وغير واقعي أني خليل كلمة أخيرة فيما يتعلق بنقطين نقطة مسار إعادة المسار الديمقراطي وحركة مؤتمر حركة النهضة المؤتمر حديشة حركة النهضة يعني شنو تنجم تقول في هذا الإيطار سيريار ككلمة أخيرة خلنبدأ بمؤتمر حركة النهضة أولا أنا نحب نطمن كل الناس اللي خايفين على حركة النهضة أنه حركة النهضة قلبها نحاس معناها ينجم ربما تحصل هزات هنا أو هناك ولكن قلبها صحيح شنو قلب حركة النهضة؟ هو هالضمير الجمعي هدايا اللي يعبر الآن على الهوية السياسية والهوية الفكرية لحركة النهضة ما زالت هذه كثابتة وما زالت راسخة ومدام القلب هذاك ما زال صحيح فإنه كل الهزات اللي ممكن تحصل هنا أو هناك ما تنجمش تأثر على حركة النهضة اليوم في محنة مختلفة ربما على محنة التسعينات وعلى محنة الثمانينات احنا وعين بالجداء بالصعوبات والتحديات والمخاطر اللي قاعدين نواجهوا فيها ولكن إصرارنا على الاستمرار وإصرارنا على الثابات وإصرارنا على إكمال رسالتنا اللي انطلقنا في العمل اللي عليها الآن منذ سنوات هو أقوى من كلها التحديات هذية حركة النهضة إن شاء الله بمؤتمرها القادم أو دون مؤتمرها القادم هي جزء لا يتجزأ من الواقع السياسي والاجتماعي والثقافي التونسي وستستمر مهما كانت التحديات ومهما كانت المخاطر اللي ممكن تعترضها بالتالي هذا فيما يتعلق بمؤتمر حركة النهضة بالنسبة للمسار السياسي احنا اليوم أكثر إيمانا وأكثر يقينا بأنه الانقلاب هذية في لحظاته الأخيرة وأنه سقوطه ليس إلا مسألة وقت لا أكثر ولا أقل كل من شوفه فشل أكثر لهذه السلطة كل ما يزيد يقيننا بأنه السلطة هذية خارج الطبيعة وخارج المنطق وخارج العقل وبالتالي لا يمكن أن تستمر أي سلطة ما تنجم تستمر إلا كان وقت التوفر شروط حقيقية للإستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد والشروط هذه غايبة تماما بالنسبة لهذه السلطة ولذلك يقيننا وإيماننا بأنه السلطة هذه زائلة هو اللي يزيد يقوينا اليوم من أجل الاستمرار في مقاومتنا لهذه السلطة ومن أجل الاستمرار في المطالبة بالعودة للمسار الديمقراطي واستئناف التجربة الديمقراطية التونسية الدكتور رياضي الشعيبي القيادة بحركة النهذا والقيادة بجبة الخلاص الوطني شكرا لك على كل ما فتنا به شكرا لكم على حسنة التابعة نتقابل إن شاء الله في عدد جديد من اللقاء خاص إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله إلى اللقاء